في الوقت ده أستاذ علي رد الفعل الإيراني كان مخيب فده الوقت إزاي إحنا بنقول أنه ممكن إيران تدخل في حربة مع إسرائيل وبالتبعية مع الولايات المتحدة إيران أكبر دولة نفعية في المنطقة بتستغل الدين لصالح مشروعها سواء مشروعها الفارسي أو مشروعها الناوي أو أطمعها في الإخلين هي تناور دائماً وأبداً بالقضايا التي هي قضايا عربية بالدرجة الأولى لكن هي غير معنية بالنهاية بأي من هذه القضايا يعني لو يتريد طبعاً الحفاظ على حزب الله باعتبار أنه الزراع الأقوى والأكبر لكن ده في إطار مصالحها وليس في إطار القضايا الفلسطينية وهنا تكمن المشكلة يعني أنت لك أن تتخيل أنه بلد زي لبنان غير قادر على اختيار رئيس للجمهورية طوال هذه المدة لأنه من يعرق لهذه المسألة هو حزب الله فهناك إشكالية كبيرة جداً أينما تحل إيران في بلد يحل فيها التوتر ويحل فيها الأزمات السياسية قولي كيف دخلت إسرائيل إلى عمق الأراضي السورية ودمرت القوات الإسرائيلية دمرت أحد حسب ما قيل يعني أنه أحد مصانع إنتاج السواريخ في مصياف لا يمكن أن يحدث ده في بلد طبيعي أنه يعني تأتي قوات بلد معادية وتهبط على الأرض وتظل لمدة تتجاوز الساعة في المكان ثم تخرج سالمة تماماً بعد أن تفجر المكان وتفجره تماماً وتقضع الطرق حول هذا المكان وتعود سالمة غانمة بدون حتى ما جرح ما فيش رد فعل خالص وسوريا دي فيها قواعد فيها جيوش إيرانية وجيوش سورية روسية يعني روسيا موجودة لها قواعد عسكري كيف جرى ذلك بدون أن تكتشف يا برضو روسيا أستاذ علي برضو لا تتحرك أبداً أبداً يعني شفنا كتير جداً من المواقف أنا موجود ومش موجود يعني لم يمنع الوجود الروسي حتى صاروخ إسرائيلي واحد طب بتفسرها بيأسوز عليك فسرها أنه روسيا برضو لا يعنيها إلا مصالحها وهي موجودة في سوريا من أجل مصالحها وزيها زي الصين زيها زي يعني أمريكا لا يهمها إلا مصالح عشان كده من المهم جداً أنه يحصل نوع من أنواع الصحوة العربية أنه لا أحد يمكن أن يهتم مشكلاتك أو مصالحك إلا الدول العربية وأنه الأطمع في الدول العربية إقليمياً سواء من إسرائيل أو من إيران أو حتى من تركيا قائمة وموجودة ده محتاج قرار سياسي عربي محتاج أنه صحوة عربية لأسف الشديد في دول عربية بترتمي في أحضان هذا والدول العربية ترتمي في أحضان ذاكة ونتخيل أنه سيأتي سين أو صاد لحل هذه المشكلات مثلما يعول البعض على الانتخابات الأمريكية إذا جاء ترمب سيدغط على إيران وإذا جاءت هارس يمكن أن تعقد التفق لا هذه منطقة لن ينقذها إلا أصحابها لن يحل مشاكلها إلا أصحابها إذا تجاوزوا مفهوم الأمن القطري إلى مفهوم الأمن القومي العربي الأوسع ده هيحل كتير جدا من القضايا والمشكلات تظل مشكلة فلسطين مشكلة عربية بالدرجة الأولى وحلها ينبغي أن ينبغ من دول عربية التدخلات الإقليمية في هذه القضية أربكة القضية وإحنا يعني بندفع أتمان باهزة وسقيلة 41 ألف شهيد الرقم المعلن والمعروف لكن هناك أرقام غير معروفة هناك ناس دفنة تحت الأنقاض الأعداد الجرحة أعداد المرضى في قطاع غزة النهاردة قطاع موبوء ومليء بالأمراض القطاع لا يدخل إليه يعني لا أكل ولا شرب ولا حياة صرف صحي صح إسرائيل مزقت القطاع وقطعته وخيارت الجغرافية الخاصة بقطاع غزة نحن أمام مأساة كبرى يعني اللي حدث في 7 أكتوبر يمكن أن يكون يراه البعض وهو كحرب هو مبهر لكن 8 أكتوبر لم يضع لها أحد حسابات نحن نعيش على نتيجة كارسية أنه لم يكن هناك الاستعداد لمثل هذه المآسي الكبرى إسرائيل بتنكل ولا تلتزم ولا شايفة قانون دولي ولا فرق معها محكمة جينائية دولية ولا فرق معها محكمة عدل ولا أمم المتحدة ولا مجلس أمن ولا أي حد ولا ينبغي أن نعول على أن أمريكا يمكن أن نهت في يوم من الأيام اللي يعاول دا يبقى شخص واهم أي يعني دايما أبدا هو الآن وقف إطلاق النار هو ورقة في يد الولايات المتحدة الأمريكية وهي الوحيدة التي تملك وهي تريد الآن أنها توقف في النار لكن إسرائيل لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية لن تضغط على أو لن تجبر إسرائيل على هذا الالتزام بقرار وقف إطلاق النار